بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعض نقف مع آيات القرآن ومع هذا الكون المنظور لنتعظ ولنتأمل ولنتأمل إذا وقفنا عند سورة الشعراء نجد الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن الرسل وعن أقوامهم في نهاية كل قصة وكل حكاية يقول هذه الآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم عندما تحدث عن قوم موسى ذكر هذه الآية عن قوم نوح ذكرها عن قوم عاد عن قوم سمود عن قوم لوط هذا ليس تكرارا وإنما القرآن الكريم يقول لك قف عند هذا المعنى وتأمل هذا المعنى وعليك أن تأخذ العبرة والعظة من هذه القصة لا تنتقل من هذه القصة إلى التي بعدها إلا أن تنتفع بما قبلها القرآن ينشط العقل وينشط السمع ويدربك على التنشيط وأن تكون حاضر الذهن وأن تكون يقظا لا تنتقل من هذه القصة قبل أن تفهم ما فيها وقبل أن تنتفع بما فيها وقبل أن تعتبر وأن تتعو عندما يقول ربنا سبحانه عن أقوام الرسل الذين كذبوا الرسل كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل هو في بداية الآية قال كذبت قبلهم وذكرهم كرر مرة ثانية قال إن كل إلا كذب الرسل ما فائدة هذا التكرار يقول لك أن كل قوم من أتباع الرسل كذبوا بطريقة معينة كل أمة تفننت في التكذيب وكل أمة من هذه الأمم اختلف تكذيبها هؤلاء كذبوا بتبجح هؤلاء كذبوا بعناد هؤلاء كذبوا باستهتار هكذا هؤلاء كذبوا بجهل فعندما يكرر القرآن نفس الكلام هو يريد منك أن تنشط ذهنك وأن تكون حاضر الذهن لتتأمل ما السر في هذا التكرار عندما يقول ربنا سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه هذه جملة ما الذي فهمته من هذه الجملة لا يكلف الله نفسا إلا وسعه يقول لك الناس ليسوا على مستوى واحد من القدرة والاستطاعة والفهم حتى في الاستعاب هناك من يستوعب الكلام من أول مرة وهناك من يستوعبه من ثاني مرة أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم هذا في التلقي هذا في الاستعاب وكذلك في القدرة والاستطاعة الناس ليسوا على مستوى واحد الله يقول لنا أن الله كلف كل واحد منا على قدر طاقته فعلى الإنسان أن يستريح أن يكون مطمئنا أن الله لن يكلفك فوق طاقتك حتى في الابتلاء لن تبتلى أكثر مما تطيق ولو أن الله ابتلانا ابتلى كل واحد منا فوق طاقته لكفر الناس جميعا ولكن الله ابتلى كل إنسان على قدر إيمانه وعلى قدر تحمله إذا فهمت هذا المعنى استراح قلبك واستراح تفكيرك وهدأت نفسك وعلمت أن الله سبحانه وتعالى خبير بك وخبير بنفسك هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم لكن القرآن عندما يتكلم عن هذا المعنى يقول لك هناك فرق بين ما تطيق وما تتحمل وبين همتك العالية قد تجد إنسانا ضعيفا لكن همته أعلى منه كما يقول بعض العلماء لو أن الإنسان عزم على إزالة جبل ثم توكل على الله لأزال هذا ليس بطاقته العادية أو بقدرته وإنما بهمته فهناك فرق بين طاقتك وبين همتك عندما يقول القرآن ولا تيمم الخبيث منه تنفقون عندما يأمرك بالإنفاق يقول لك النفس البشرية تريد أن تنفق الردي والسيء الجديد تريده لنفسك فإذا ما أنفقت أنفقت القديم القرآن يكشف لك أسرار هذه النفس ويكشف لك طبيعتك من البخل والحرص فيقول لك ابتعد عن هذه الطباعة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه القرآن يزكيك ويكشف لك هذه النفس ويعطيك الدواء والعلاج فعليك أن تنتفع بأنوار القرآن وأسراره هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته